هنروح لكرة السلة رجال والحقيقة أنا عايزة أتوقف شوي قبل ما أتكلم عن الخبر طبعاً كلنا تابعنا كرة السلة يمكن فوزنا ببطولة السوبر المصري اللي تلعبت فيه طبعاً دولة البحرين في العاصمة المنامة وفوزنا فيها الحمد لله على نادي الزمالك وحصدنا بطولة في أول الموسم ده بعد مشاركتك في بطولة العالم وبعد مشاركتك في البطولة العربية روح تلعبت السوبر رجعت بتلعب المرتبط خلينا أقول لحضراتكم حاجة عشان أطمن حضراتكم بشكل كبير لأنه لا يعني نخفي سيراً على أحد أنه فيه اهتزاز في مستوى فريق الرجال بعد موسمين ونصف أو تلات مواسم من الأداء المزل الحقيقة خلينا أقول موسمين تقريباً من الأداء المزل وحصد تقريباً كل البطولات عايزة أطمنكم بحاجة أولاً لعبة المنتخب أو لعبتنا المنتخب هم سبع لعبين يمكن كان فيه بعض الأوام بيكونوا تمانية لو ضفنا عليهم عبدالله ناصر اللي بلعب بالوقت في الجيليج الفرقة الحقيقة أو اللعيبة الدوليين اللي هم قوام الفريق ما رايحوش يمكن دخلين على سنتين طبع تقولي إزاي يا كابتن وفي حد كده العام الأول أو الموسم الأول بعد موسم شاق مع النادي الأهلي وحصد البطولات راحوا على تصفيات كأس العالم الويندوز اللي كابتت لعب في الصيف وتوقفات الدولي كابت الدولي بيقف هم ما بيريحوش ولكن بيروح يلعبوا ويندوز مع أو نوافذ الدورات المجمعة تقاهل لكأس العالم فالحقيقة تاخدوا يعني سنتين بدون توقف فالنهاردة اللعيبة لعبت مع الأهلي راحت لعبت التصفيات لعبت تاني مع الأهلي موسم طويل السنة اللي فاتت وبع كده لعبت كأس العالم مفيش راح وبعد ما خلصت كأس العالم رحت على كأس العالم مع النادي الأهلي رجعت على بطولة عربية قوية جدا وبعد كده رجعت على كأس السوبر المصري وبعد كده بتلعب دوري المرتبط مين في العالم يقدر يتحمل هذا الحمل مستر أجوستي بوش عنده حاجة من اتنين يعيه يفضل دايس ومكمل يعيه يدي للعيبة راحتها وينزل بالكير فقاصة أي وقاصة أنا كنت لعب في يوم من الأيام وعارف يعني إيه هذا الفكر وبيتقال في قد اللبس إزاي وبيتناقش إزاي في الأهجزة الفنية أنا لما أخد الكيرفل تحت قاصد أحسن ما ينزل مني وأنا مش قاصد طب إزاي هتقول لي يا كابتول أولا هو مريح إيهاب أمين أحد يعني أفضل لعب مش أحد أفضل لعب في مصر النهاردة بيلعب فرع الشباب حتى لو بيخسر النهاردة زمانتوا شايفين في الصورة دي صورتين لتنين شباب لعبوا مع الفريق الفترة اللي فات هتخسر مفيش مشكلة طب الخسار دي قدر عمر زهران ما لعبش الماتش اللي فات بتاع سبورتي طيب هتقول لي أنت بريح اللعيبة آه طب اللعيبة ما بيشتكش من حاجة لأ لازم يريح لازم يفصل لازم يبعد لازم الضغط العصبي ما ينفعش أنت عندك أي مكانة في البيت أي ماشين أنت بتشغلها عربيتك تلكتك تكييفك لازم يفصل اللعيبة دي ما بتفصلش فالنهاردة لازم أخد الكيرف ونزل ونقاصد أبعد اللعيبة عن الملعب مشاركهمش حتى لو هخسر طب هتقول لي يا كابتن النادي الأهلي تمام النادي الأهلي دايما بيدوره أنه يكسب ومستر أجوستي بيدوره على كده أنه يكسب بيلعب الناشئين وبيلعب المجموعة من اللعبين الكبيرة خلينا أقول لكم المحترف بتاع الفريق النهاردة بيتعرض الانتقادات لا احنا عايزين يحط 30 بونت ده المحترفين التانين بيحط 40 30 50 لو تفتكروا لا بالمحترف تومسون اللي كان بيلعب معنا ومشي ورجع وخد معنا بطولات تعرض لسيل كبير جدا من الانتقادات حتى وإحنا بنكسب هتقول لي طب افتكروا افتكروا يا جماعة الكلام ده حصل تومسون تعرض لسيل كبير من الانتقادات نتيجة ضعف تسجيله في المباريات ولكن مع الوقت عرفنا وجهة نظر مستر أجوستي مستر أجوستي بوش عايز بوينجارد يخد مع الفرقة بلغة الرياضة يخد مع الفرقة وليس هداف النهاردة انت شايفه لا انا عايز المحترف يحط 30 بونت دي مش شغلته النهاردة انا مش مدافع ولكن انا بتكلم على وجهة نظر فنية وجهة نظر فنية النهاردة هو شغلته مش التهديف مكيناتك التهديفية عطلانة اللي انت ما بتشاركهمش عشان بتريحهم فالنهاردة انت مركز مع اللي بيشارك اللي هو مين المحترف طب سجل طب مهده مش دوره امتى تحاسبه لما الدائرة تكتمل لما ادواتك التهديفية تكتمل بوينجارد بيخدم على الفرقة يكتمل السناتر بتاعتك اللي هو الطيران بتاعك سواء في الدفاع والهجوم يكتمل شكل الفرقة الفرقة تبقى وقفة على رجليها معنويا وزهنيا وبدنيا وعصبيا كل شيء النهاردة دي تحاسب الفرقة فالنهاردة فريق السلة واحدة واحدة عليه كل المطشط اللي فاتي تديه ملهاش اي قيمة انت النهاردة كده كده عشان تكسب لازم تفوز في مبارياتك تقابل الزمالك تكسبه تقابلوا بقى في دور التمانية دور الأربعة تقابل اتحاد في الفينة في الأربعة تقابل الجزيرة في الفينة ملهاش اي حسابات انت عايز تكسب لازم تفوز بالمباريات الصعبة اللي هتقابلها في دور التمانية جاتلك اهلا وسهلا في دور الأربعة جاتلك وخلينا نشوف اللي جاي ايه ان شاء الله خلينا اقول لها حضر حضراتكم الخبر بعد ما تم ترتيب الفرق المرتبط دور المرتبط من الاول للستاشر احنا هنلعب ان شاء الله قناة في دور الستاشر بإذنك يا رب عشان بعد كده نتأهل لدور التمانية هقول لحضراتكم الأوراعة هتبقى مطشنا مع القناة هتلاقي بأول مباراة يوم الأربع القادم يوم تمانية نوفمبر وهتبتدي بالمرتبط الساعة أربعة وبعد كده الرجال يلعبوا الساعة ستة بعدها بيومين يوم الجمعة هنلعب المباراتين المتبقيتين طيب في حالة فوزنا هنلعب الفائز من الزمالك والطيران هيبقى غالباً الزمالك طبعاً محترمنا نادي التيران نادي كبير ولكن احنا بنتكلم على الاحتمالات الفنية طب انت هتلعب مع القناة الوضع هيكون انت بتلعب مباريتين ده بيستوف ثري ولا بيستوف فور ولا ايه لا ده مش بيستوف حاجة ده مباريتين بيتقاسوا باربع مباريات مباريتين مرتبط مع مباريتين كبار كسبت تلاتة من اربعة تفضل اتأهل كسبت الاربعة برضو تفضل اتأهل طب لو كسبت اتنين منهم او تحصل تعادل بنلجأ للفريق الكبير بنشوف فريق الاهداف من اللي سجل اكتر من قتل مين ليه حزبة معينة كده صعب جداً نحصل فيها تعادل وبيتأهل بعد كده الفريق للمرحلة البعاك ده محتاجين نركز اه محتاجين نركز لان يدي الادوار نوك اوت مباراة القناة اتصور ان مستر اجوشت بوش ده تصور ورؤية فنية خلال متابعتي للفريق عن قرب ان مستر اجوشت هيبتدي عد الفريق اللي هلعب به مباراة دور التمانية او هيخلي شكل الفريق بشكل كبير يعني باين في مباراة القناة طيب الزمالك عنده مباراة التهاران هتلعب الزمالك في دور التمانية طب بإذنك يا رب تخطينا الزمالك ونتمنى ان شاء الله الامور تمشي لمصلحتنا في الوقت اللي خلي بالكم من حتة مهمة جدا انا عايز برضو اشير اليها المرتبط انت 40% اعتمد على فريقتك الزغيرة مش 40% الزغيرة 60% الكبار فانت النهاردة مستر اجوشت بيريح اللعيبة في الوقت اللي انت عندك ظهير قوي فريق 18 سنة فريق قوي جدا جدا بيكون الكابتر محمد أشرف توفيق وهو جيل 2007-2006 في بعض النجوم الكبار اللي انتوا عارفينهم زي محمد خيري وغيره 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 مجموعة كويسة جدا وحتى الان نتيجهم كويسة فانت النهاردة بإذنك يا رب ما نقطعش على الله سبحانه وتعالى انت معاك مباريتين المرتبط في جيبك لغات ما توصل للفاينل تكسب مباراة في الكبار من الاتنين تتأهل او تاخد بطولة انا بقول لكم رؤيتي الفنية عن كرب الفريق ان شاء الله انا تمنى كل قلوبنا ودعواتنا مع الفريق مستر اجوستي بوش مش محتاج ان احنا نتكلم عنه ولا عن قيادته ولا عن انجازاته خلاص الراجل يعني اثبت يعني خلاص يعني مما لا يدعى شك ابدا انه يعني كفر انه بيستطيع ادارة المباريات الكبرى بشكل جيد ندعم الفريق ونتمنى الفوز بإذنك